أهلا بكم أعزائي المتابعين وتحية خاصة لكل من واصل معنا مسيرة البحث في مجال التاريخ المبكر للإسلام ودراسة القرآن من الناحية العلمية من خلال هذه الحلقات القصيرة التي لا نريد أن تكون مرهقة لبعض الأخوات والإخوة في هذه الحلقة نواصل معكم الحديث عن البقر الصفراء أو الحمراء بين القرآن والطوراء ضمن سلسلة حلقات دراسة القرآن من الناحية الفيلولوجية وفرضية كون القرآن هو كتاب الفصول والقراءات لكتب المقدسة السابقة في العقائد الإبراهيمية اليوم سننظر مع بعض الخلفية اللاهوتية في طقس البقر الحمراء أو الصفراء بين التوراء والقرآن وكما قلنا في الحلقتين السابقتين أن البقر الحمراء ضار أدومة بحسب بعض التقاليد الحاخامية أي طقس البقر الحمراء يرتبط بالعجل الدهبي الذي عبده بني إسرائيل حين صعود موسى جبل حريب ليأتي بوصايا الرب وهذا ما أكده الدكتور ستيفن نيومان في مقالة بعنوان فهم سر طقس البقر الحمراء نشر سنة 2015 بمجلة الكتاب المقدس اليهودي الفصلية يعني التي تصدر كل ثلاث أشهر والمرجع هو المجلد 43 العدد 170 فاللون الأحمر أو القرمزي يرمز كما قلنا إلى الدم ولطهارة من الخطية كما سبق قلنا في الحلقة 126 وهذه الرمزية موجودة بوضوح في صفر أشعية الإصحاح الأول العدد 18 هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف والدودة هنا إشارة لدودة القرمز التي تتسلط على بعض النباتات كالصبار وبتجفيف هذه الدودة يصنع مصحوق القرمز وارتباط البقرة الحمراء كرمز للطهارة يقابله العجل الدهبي رمز للنجاسة أي عبادة الأوتان كما سبقت الإشارة إليه في الحلقة الماضية وربما يرمز لإله أبيس الثور المقدس أو يرمز إلى الإله حتحور إلهة السماء والحب والخصوبة والجمال والموسيقى والتي كانت تعبد في كل أرجاء مصر وهذا ما أكده العلماء اليهود كموسى الكاهن موشي هدرشان في القرن الحادي عشر الميلادي وتقديس الطور أو البقرة في الميطولوجية لمصر القديمة تشبع بها بني إسرائيل من أيام نبي يوسف إلى موسى وهذا ما أشار له سفر حزقيال الإصحاح عشرين العدد سبعة وقلت لهم اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا عفوا بأصنام مصر أنا الرب إلهكم يضيف الحاخام موشي هدرشان أن طقس حرق البقرة الحمراء هو إعادة تمثيل لتدمير العجل الدهبي على سفح جبل سيناء وهو أيضا تمثيل لتدمير الإلهة الحور وتطهير بني إسرائيل من النجاسة أيضا ارتبط التقس البقرة الحمراء بالحرق كما فعل موسى بالعجل الدهبي في صفر الخروج الإصحاح 32 العدد عشرين ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما ودراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل كنوع من التكفير أو التطهير فحرق العجل الدهبي جاء في صورة طه الآية 97 وسقي موسى رماد العجل الدهبي بالماء لبني إسرائيل جاء في الآية 93 من صورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خدوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وعلى العموم جاء ذكر العجل الدهبي في صورة البقرة الآية 51 أولا والتي جاءت لاحقا بدكر البقرة الصفراء ثم في صورة الأعراف الآية 148 إلى الآية 152 وصورة طاها 88 وغيرها فصورة طاها فيها تفاصيل كثيرة بالمقارنة مع صورة الأعراف من خلال الآيات من 77 إلى الآية 98 إلا أن الآيتين 87 و88 جاءتا بمثل قصة العجل الدهبي في عهد موسى وهي إشارة للملك يربعام مؤسس مملكة إسرائيل الشمالية وتسمى كذلك مملكة أفرايم وعاصمتها السامرة في القرن العاشر قبل الميلاد وفي الجنوب كانت توجد مملكة يهودة فالملك يربعام هذا صنع عجلا أو عجلين دهبيين كذلك كما يخبرنا التناخ في سفر الملوك الأول الإصحاح 12 العدد 28 وأمر شعب مملكته بعبادته كإله بني إسرائيل يقول العدد فاستشار الملك وعمل عجلي دهب وقال لهم كثير عليكم أن تصعدوا إلى أرشاليم هو دا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر إذن السامري في الآية 87 من سورة طاها هو الملك يربعام أي بعد موسى بخمسة قرون والسؤال المطروح من هو السامري في صورة طاها 95 التي تقول على لسان موسى قال فما خطبك يا سامري فكما هو معلوم فمدينة السامرة شمرون لم تكن موجودة كمدينة أو قرية في عصر موسى فأقدم إشارة إليها جاء في صفر القضاة الإصحاح عشرة من العدد الأول إلى العدد الثاني الذي يعود حسب علماء اليهود للقرن 12 قبل الميلاد وللرد على هذا السؤال يجب معرفة الصياق الذي جاءت فيه كلمة يا سامري كما وضحها الدكتور كريستوف ليكسنبرغ فالسين ها هنا أصلها شين بينما ألف المد بعد السين أو الشين غير موجودة في المخطوطات والمصاحف القديمة وكذلك في المصاحف الحالية يا سامري من جدر كلمة شمر الآرامية ولها عدة معاني منها شمر قلص رفع ثيابه ومن بين معانيها كذلك أغوى خدع أضل إلى آخره وبالتالي تصبح الآية قال فما خطبك يا شمري أي ما هي مكيدتك أيها المضل إشارة لأخيه هارون الذي خالف أمر أخيه موسى فأمسك بلحيته وهو يؤنبه على صنعه العجل الدهبي عند غيابه في الجبل كما جاء في بداية سفر الخروج الإصحاح 32 العدد الأول إلى العدد الرابع فموسى وجد هارون مدنباً في فعلته المشينة كما جاء في العدد 21 من نفس الإصحاح وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة ولهذا السبب حرم هارون من تقديم تقس البقرة الحمراء كرئيس الكهنة وتولاها ابنه ألي عازر كما رأينا في صفر العدد الإصحاح 19 العدد 4 وكذلك حرمه من دخول أرض الموعد كما جاء في صفر العدد الإصحاح 20 العدد 12 ثم نختم هذه الحلقة بمسألة طلب موسى رؤية وجه الله في القرآن والتوراة حيث جاء في صورة الأعراف الآية 143 ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخره هذا المقطع يشير إلى صفر الخروج الإصحاح 33 من العدد 18 إلى آخر الإصحاح نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر